الضربة الإسرائيلية على إيران وضرب المنظومة الرادارية الخاصة بالـ S-300 التي عطلت المنظومات إلى جنوب مفاعل ناتانز هل هي رسالة برأيك من قبل الجانب الإسرائيلي أم تحضير إسرائيلي لضربة قادمة على مفاعل ناتانز وحتى مفاعل فوردو خاصة وأن الصراع لم ينتهي بعد؟ نعم كما ذكر أنفا هي إشارة بأن لديهم القدرات ولديهم القدرة على القيام بها عسكريا هو مخطط له بالفعل وحقيقة الأمر أعتقد أن هناك خطة متبادلة بين قوات الدفاع الإسرائيلية والولايات المتحدة عسكريا حول كيفية تدمير القدرات النووية هناك إذا تذكرنا في يناير 2023 فإن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريتا أكبر تدريب عسكريا في التاريخ وكان معنيا بعديد من الطائرات الشبح والكثير من المقدرات الإسرائيلية والأمريكية كانت فقط بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى الولايات المتحدة أحضرت قاذفات بي وان فايف وتو أثناء التدريب من الولايات المتحدة لإجراء هذا التدريب ثم عادت أدراجاء الولايات المتحدة السيناريو عند ذاك كان قائما على ضربة عميقة ضد أهداف عميقة استراتيجية بإمكانك أن تتخيل أين هي ضربة عميقة والأهداف الاستراتيجية فإذن هذه الخطط موجودة وهي مركونة على الرف وتم التدريب عليها عدة مرات وإذا كان للموقف السياسي أن يتفق مع أي قرار يتخذ سواء من الولايات المتحدة ينبغي أن يكون من الولايات المتحدة حقيقة أما إسرائيل فهي جاهزة لذلك ولكن إذا تخذ القرار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل فأنا أراجح بأن القدرات قائمة والوصول قائم ربما لن يكون بدرجة مئة في المئة ولكن حقيقة سيعيد هذا البرنامج لعقود إلى الوراء ولكن هذا موجود في إيران المعرفة موجودة وهذه المعرفة لا تستطيع أن تدمرها فإذا يمكن أن تتعافى في عقد أو عقدين من الزمان ولكن بإمكانهم إبطائه لعقد من الزمان على الأقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر